في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن موقع مميزاته واهميته وازاي تتعلم من خلاله وفي اخر الفيديو هسيب لك لينك فيه كورسات بشهادات مجانية من خلالها هتقدر تاخد الكورس والشهادة بشكل مجاني تماما من غير ما تدفع اي فلوس فمهم جدا تشوف الفيديو للاخر وما تنساش لو بتشوفنا الاول مرة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد اهلا بيك في قناة نادي القراءة العملية اللي من خلالها بتعرف ازاي تتعلم وتشتغل اولاين في اي مجان نفسك فيه فيديو النهاردة مهم جدا وهنتكلم فيه عن واحد من اهم مواقع الكورسات الاولاين اللي عليه كنوس حرفيا تقدر تستفيد بها بشكل مجاني تماما هنتكلم عن كل ما يخص موقع في في الفيديو ده بس قبل ما ندخل في التفاصيل عايز منك طلب شغير جدا كالعادة تنزل تحت في الكومنتات وتكتب كلمة ده هيساعد ان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس وبيدعم القناة جدا. موقع بيقدم كورسات مجانية في مجالات كتيرة جدا من اكبر الجامعات والمؤسسات الكبيرة في العالم. موقع محترم جدا خاصة في اللغات. فلو انت حابب تتطور في الكارير بتاعك او تتعلم مهارة جديدة او حتى تتطور من الهويات اللي عندك الموقع ده مناسب ليك جدا جدا. تعالوا دلوقتي نشوف الموقع ازاي نستفيد منه وناخد نافذة سريعة عنه في اول الفيديو كده. موقع زي ما انت شايف عامل شراكات مع اكبر المؤسسات والجامعات في العالم كله. اهمهم طبعا دي من اكبر المؤسسات اللي بتقدم كورسات تعلم اللغة الانجليزية. وغيرها من المؤسسات والجامعات الكبيرة جدا زي ما انت شايف قدامك. دي عينة من الجامعات والمؤسسات اللي عاملين معاها شراكة. ميزة الموقع زي ما قلت لك ان فيه كورسات في مجالات مختلفة ومتنوعة كتيرة جدا مش موجودة في اغلب مواقع الكورسات الاولاين التانية. كمان في ميزة تانية وهي فكرة ان انت تقدر تتواصل مع الطلبة اللي انت بتاخد معهم كورسات. فبالتالي تتعلم معاهم وتكبر شبكة علاقاتك من العالم كله. وتقدر تتواصل مع الانستراكتور اللي بيشرح لك الكورس. فدي مميزات حلوة جدا على الموقع بصراحة ومش موجودة في اغلب المواقع التانية. وتعالوا سريعا نبص بصة على التخصصات اللي فيها كورسات على الموقع ده. ادخل على الموقع وقلقي نظرة بتمعن اكتر على التخصصات الموجودة عشان تختار التخصص المناسب ليك او اللي انت حابب تتعلمه. فهتلاقي في البزنس والادارة زي ما قلت لك في الطب وفي التاريخ وفي الميديا وفي اللغات وفي القانون وغيرهم كتير جدا زي ما انت شايف كل دي تخصصات تقدر تاخد فيها كورسات بشكل مجاني تماما على الموقع. موقع مختلف شوية عن باقي المواقع هتلاقي عليه اكتر من نظام مختلف اول حاجة في النظام المجاني ده وفي النظام ده بتقدر تشوف الكورس والمحتوى بتاعه ولكن من غير شهادة خالص. وعندهم نظام اسمه بتقدر تاخد فيه الكورس طبعا بيفضل في حسابك مدى الحياة وتقدر تدخل على الاختبارات بتاعة الكورس. وكمان تحصل على شهادة من خلال النظام ده اللي هو ده طبعا مدفوع. والنظام التالت هو نظام ده بقى بيكون باشتراك سنوي حوالي تلتمية دولار. وده في كل المميزات اللي فاتت وعليهم مميزات تانية زيادة عن كده. وطبعا بيتحلق كورسات كتيرة جدا بشهادات من خلال النظام ده. وزي ما قلت لك ما تشيلش هم خالص في اخر الفيديو هسيب لك في الكورسات اللي تقدر تحصل على شهادات مجانية منها من خلال نظام ده. فخلينا برضو نكمل شرح الموقع وكمل معي الفيديو للاخر. تعالوا دلوقتي نشوف طريقة تسجيل حساب على الموقع. لو انت الموقع ده جديد بالنسبة لك وما عندكش حساب عليه. هتدوس هنا وتبدأ تسجل بياناتك عادي جدا جدا تقدر تسجل بالفيسبوك او تقدر تسجل بالبيانات العادية بتاعتك اللي هو بالاميل بتاعك. اما لو انت عندك حساب فبتدوس على على طول. طيب دلوقتي انا عملت بحسابي وهنا بيجيب لي بتاعتي والكورسات اللي انا اخدتها. طيب احنا دلوقتي كأنك انت لسه بتسجل جديد خالص على الموقع وعايز تشوف الكورسات اللي عليه وازاي تستفيد منه. فبتروح هنا بتخش على الصفحة الرئاسية وبتبدأ تخش على الكورسات الموجودة. وبتبدأ تتصفحهم واحدة واحدة. انا همشي معاك دلوقتي بمسال عملي كأني هحجز في كورس معين. وانت تقدر تطبق الخطوات دي في اي كورس انت حابب تحجز فيه. تعالوا مسلا نحجز كورس في مجال اللغات. نشوف اللغات المتاحة ايه ونبص عليها ونشوف ازاي نحجز في اللغات بتاعتها. فتعالوا مسلا نشوف الكورس ده. هندوس عليه كده. هنا طبعا بيجيب لي نبزة سريعة عن الكورس. فهنا بيقول لي على طول ان انا اقدر اجوين الكورس ده فور فريد. وهنا كمان اهو الفريد. ولكن الشهادة بتاع الكورس ده لو انا حابب بحصل عليها بتبقى بتسعة وستين دولار. انما المحتوى نفسه اقدر اتعلمه بشكل مجاني تماما. ما يزغلكش الشهادة قوي انت اخد المادة العلمية نفسها تستفيد بها جدا. وزي ما قلتلك برضو في اخر الفيديو هسيب لك لينك فيه شهادات مجانية كتير. لو حابب تاخد كورسات بشهادات. فهنا برضو بيجيب الحاجات اللي اتعلمها عن الكورس. على طول بقى هخش على ادوس جوين فور فري. بيجيب لي التلات اختيارات المتاحة اللي انا قلتلك عليهم. هنا لو هخش هيتحلي الكورس بالمحتوى بتاعه لمدة اربع اسابيع اخلص فيهم الكورس والمحتوى كله. طبعا من غير شهادة. الاختيار التاني لو هعمل هنا بدفع سبعين دولار وبحصل على الشهادة. وبيفضل الكورس في حسابي على طول. وهنا طبعا الاشتراك السنوي زي ما قلتلك بحوالي انتين وستين دولار. فيه بقى مميزات تانية كتير. فانت هتختار الاختيار ده جوين فري. وهنا بيقول لي ان الكورس هيبدأ يوم سبعة سبتمبر القادم. يعني في سبعة تسعة ان شاء الله. تقدر طبعا تضيفه للكالندر بتاعك. وزي ما قلتلك اهم ميزة بقى هي اللي بتبقى موجودة تقدر تدخل عليها وتتعرف على الطلبة الموجودين في الكورس وتعرف نفسك وتتعرف بهم وتعمل صداقات من جميع انحاء العالم من هنا. دي من اهم المميزات الموجودة على موقع فكرة ان تقدر وتكون صداقات مع الطلبة اللي بياخدوا معاك نفس الكورس حتى لو في حاجة انت مش فهمها تقدر تتواصل مع اي حد فيهم وتزاكروا مع بعض. فدي حاجة مهمة جدا جدا وهنا بيقول لك كمان المدرسين اللي هيدوك المادة التعليمية. فانت كده خلاص حجزت مكانك في الكورس وبيقول لك هنا ان الكورس هيبدأ بعد ستاشر يوم بالزبط. فلازم تبقى موجود لان بيبقى معاك اربع اسابيع تخلص فيهم الكورس ده طالما انت حاجز بالخطة المجانية. خلاص دي كده كانت طريقة حجز كورس على موقع تعالوا بقى نخش في اهم حاجة واللي كلنا مستنينها وهي الكورسات الموجودة بشكل مجاني ايه هي وازاي نحصل عليها ونشوف شكل الشهادة مع بعض دلوقتي. هسيب لك اللينك ده في وصف الفيديو من خلال اللينك ده هتظهر لك صفحة زي دي بالزبط دي فيها كورسات مجانية بالشهادات بتاعتها من غير ما تدفع اي فلوس خالص. وبيفضل الكورس في حسابك تقدر ترجع له في اي وقت. فهتلاقي كورسات كتيرة جدا جدا اهي في مختلف المجالات يعني ما شاء الله يعني هم عامنين عروض كتير الفترة دي. ازاي نعرف ان الكورس ده بشهادة مجانية. تعرف ده ازاي ببساطة جدا جدا هتدور على الجملة دي فري ديجتال ابجريد. انت تقدر تعمل ابجريد بشكل مجاني. يعني هتخش على الخطة اللي هي المدفوعة الابجريد بشكل مجاني تماما فهتحصل على الشهادة بشكل مجاني. تعالوا نجرب مسلا في الكورس ده. طبعا موجودة هو فري ديجتال ابجريد. فاقدر هنا اخد الشهادة بتاع الكورس ده خلاص. فاكرين الكورس اللي فات كان مكتوب هنا حوالي سبعين دولار. هنا بيقول لي ان الديجتال ابجريد بشكل مجاني تماما. فمسلا هدوس جوين ناو. على طول دخلني لصفحة الكورس على طول ما يقبليش بقى الخطط الموجودة. ولا الاختيارات المختلفة لما باقي كورس. وكده انت جوه الكورس على طول وتقدر تشوف المحتوى وتقدر كمان بعد ما تخلص الكورس تحصل على الشهادة. الشروط ايه عشان تحصل على الشهادة? ان انت تخلص حوالي تسعين في المية من محتوى الكورس زي ما هو مكتوب ونتيجة الامتحان الاخير لو في امتحان تعدي بنسبة سبعين في المية. كده انت تقدر تحصل على الشهادة بشكل مجاني تماما وهوريك شكل الشهادات دلوقتي حالا عشان برضو تبقى الحاجة بسيطة وسهلة بالنسبة لك. طيب. تتعامل على الموقع ازاي دي? مسلا اول محاضرة. بتشوف المحاضرة وبتفهمها. تعالوا مسلا نبص مع بعض. كمان لو تلاحظ الكورس ده مترجم للعربي فهشغل الترجمة العربي لو انا عندي مشكلة معها اللي ده. ومن هنا اقدر اتحكم فيه بتاع الفيديو نفسه. وكمان هنا تقدر بتنزل بتاع الكورس ده لو في الكورس مش مترجم فانت تقدر تنزل وترجمه على جوجل ولكن الكورس ده زي ما قلت لك مترجم للعربي فانت مش محتاج اي حاجة تانية غير انك هتدوس هنا وتشغل الترجمة العربي. طيب بعد ما بتخلص المحتوى بتاع الفيديو وفهمته وكل حاجة بتنزل تحت خالص وبتدوس مارك اس كومبليت. هو انت بقى بتمشي كده مع الكورس بالزبط هنا بيقول لك يعني عرفنا بنفسك شوية عشان تحصل على افضل تجربة تعليمية ان انت تتفاعل وتعرف نفسك وتعرف الطلبة الموجودين. وخلصتها بتدوس مارك اس كومبليت وهكذا لحد ما بتخلص تسعين في المية من محتوى الكورس نفسه هنا برضو البروجرس بتاعك هو. بقول لك ان انت خلصت كم خطوة من خطوات الموجودين. وهكذا بقى طبعا زي ما قلت لك لحد ما بتخلص تسعين في المية من الكورس. دي كده طريقة الدراسة على موقع تريقة بسيطة جدا وجميلة جدا طبعا في الاول في اغلب الكورسات بتكون فيها حاجات ايه بتعرف نفسك وبتعرف المحاضر والكلام ده كله فحاجات سهلة جدا جدا وهنا بيبقى فيه كوز سريع جدا عشان برضو يعرف ان انت شفت الفيديوهات او لأ وتختبر اللي عندك اللي انت اكتسبتها. فدي كده طريقة الدراسة على موقع تعالوا بقى هوديكو شكل الشهادات عامل ازاي? بتخش بقى على بتاعتك وبتخش على هنا بيجي لك كل الكورسات اللي انت خلصتها سواء كانت بشهادة او لأ. فهنا مسلا دي كده كورسات كنت انا اخدها من فترة تعالوا اوريكو شكل الشهادة عامل ازاي على الموقع ده. بعد ما بتخش على بتنزل تحت شوية بقى هنا بتقدر تضيف الشهادة للبرو فايل بتاعك على ودي حاجة قوية جدا جدا وزي ما قلنا انك لازم تبقى متواجد على لينكد ان وتضيف عليه الانجازات اللي انت بيتحققها عشان خاطر تحصل على شغل في مجالك. ومن هنا بقى لو حابب تنزل الشهادة بتدوس ده ولود ناو. وبتبدأ على طول الشهادة تتحمل على جهازك بشكل تقدر تطبعها وتعلقها عندك على الحيطة مسلا كنوع من الانجازات او غيره. وعلى طول خلاص الشهادة تحملت هتدوس بس هنا هيجي فتح لك على طول الشهادة. هنا بيبقى شكل الشهادة اهو. بيكون فيها اسمك واسم الكورس. والجهة المنحة للكورس ده سواء اسم الجامعة او الاسم المنظمة اللي انت واخد منها الكورس. وهنا المحتوى اللي انت خلصته على طول زي ما انت شايف. وتقدر طبعا تضيفها في بتاعك. ولو انت مش عارف تضيف الشهادات ازاي? هسيب لك برضو لينك الفيديو اللي احنا عملناه مع احمد مصطفى بيتكلم فيه عن ازاي تضيف شهادات الكورسات الاولاي للسي في بتاعك بطريقة صحيحة. فده كده كان فيديو النهاردة. اتمنى لو الفيديو عجبك تشاركه مع اصحابك وتنزل تحت في التعليقات دلوقتي تقول لي انت حابب تتعلم مجال ايه? على الموقع ده. وتشاركنا انجازاتك على الجروب الخاص بنا. جروب تعلم اللي بتحبه من بيتك. ولو عندك اي استفسار تاني عن اي موقع كورسات اولاين قل لي عليه في التعليقات وهجاوبك عليه ان شاء الله. اشوفك في فيديو جديد وما تنساش الشير واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.